لكل ولادي الحلوين يلا بينا نصلي على نبينا سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صحبك بيدربك صحبتك بتتريق عليكي كلكم دايما بتشتكوا من التنمر ومش عارفين تعملوا ايه اولا لازم تعرفوا اللي بيدربك وبيشتمك وبتريق عليك ما ينفعش تقول عليه صحبي عشان صحبك اللي بجد هو اللي هيحبك وهيخاف عليك وعمره ما هيمد ايده عليك ولا هيقولك كلمة زعلك ويريد تشوفوا فيديو صاحب الجدع عشان يبقى ليك صاحب بجد لو زميل معاك في المدرسة وضربك من غير ما تعمله حاجة هتخصمه وما تكلموش تاني ولا هتضربه زي ما ضربك ولا هتروح تشتكل المستر ولا هتشتكل بابا وماما لازم تفكر كويس ازاي تحل مشكلتك بنفسك والمهم انك تختار الحل اللي يريحك مش تحس انك اتهزمت وانك مش عارف تاخد حقك هو لما يضربك ويعتدي عليك الاول يبقى لازم تدافع عن نفسك هتمسك ايده بقوة وهتنزلها لتحت وانت مش خايف منه وهتقوله ما يمدش ايده عليك تاني ولو ضربك تاني هتعمل معايا نفس الحركة لغاية ما يبطر يعتدي عليك ولازم تتعلم رياضة فيها حركات للدفاع عن نفسك زي الكراتيق والكونغفو ولازم تعرف ان انت اقوى من الشخص اللي بيتنمر عليك سواء بالضرب او بالالفاظ يعني لما يجي حد يسخر منك ويتريق عليك اوعى كلامه يؤثر عليك ويخليك تحس انك اقل منه او اضعف منه هو بيبقى عايز كده اوعى تحسسه انه نجح وانتصر عليك تجاهله تماما واوعى تتكلم معاه ومره في مره هو هيحس بالملل ومش هيعمل معاك كده تاني ولو عمل معاك نفس الكلام اتكلم مع حد اكبر منك واشتكيله وهو هيقف معاك وهيساعدك وفتكره دايما ان اللي بيشتم وبيضرب وبيتنمر علي الناس ده انسان مش كويس وما عندوش اخلاق انت اقوى منه واشطر منه لازم يكون عندك ثقة في نفسك ولازم دايما تشتغل على نفسك تذاكر اكتر عشان تبقى اشطر وتلعب رياضة عشان تبقى اقوى وتتعلم اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان في حديث جميل بيقول ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا واستنوني المرة الجاية في مشكلة جديدة من حدوث جين